السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبع امور بتدمر الذاكرة والتركيز وما اكثر الناس اللي ضعت ذاكرتها هذه الايام حلقة خفيفة مهمة هتزود ذكائك وذاكرتك وتبعدك عن المحزور انا كريم عليه مستعدين لحلقة خفيفة وجميلة نتابل بعض الفاصل؟ يلا بينا وما تفتكرش عنوان بيتكو وتشوف بنتك تقول لها ان تسمك النهاردة لان اكل السكر بيوصل للزهايمر لان قلة الحركة والسمنة من اكثر الحاجات اللي تدمر الذاكرة والتركيز مخك زي ما هو عاوز اكل عاوز يتنفيز زي وزي اهلا بيكم اول عشان يبقى عندي ذاكرة وتركيز جيد لازم شوية حاجات لازم نيرونز العصاب تبقى كويسة لازم الهرومونات متبقاش راحة جاية ولازم يبقى في بعض البروتينات موجودة في المخ في هذه الحالة هيبقى عندنا ذاكرة وتركيز جيد شوفوا السبع حاجات اللي احنا موجودين في كل حياتنا وبتدمر هؤلاء تدمير كامل وما تفتكرش عنوان بيتكو وتشوف بنتك تقولها ان تسمك النهاردة اول حاجة السكر اول ما تاخد سكر كل كده اكلة بسبوسة كنافة بقلاوة عريكة الحاجات التقيلة دي هتلاقيك تنحت انت لا فكر قاعد فين ولا مين اللي بداك اخر لقمة من البسبوسة ولا عارف تروح انت لما سكرك بيعلى بيحصل او جهزة انذار في الجسم سكر عالي قوي دخل مرة واحدة قوي فبياخد كل طاقة المخ خلي بالكو مع الوقت السكر ده بيتحول لفضلات والفضلات بتفضل في المخ وتجيب زهايمر عارفيني الزهايمر اسمه ايه واقافوا الحلقة واكتبوه لي تحت الزهايمر اسمه التاني ايه السكري نوع ثالث مثل سكري نوع اول سكري نوع ثاني وديابيتس طيب 2 وديابيتس طيب 3 النوع الثالث لان اكل السكر بيوصل للزهايمر لا قدر الله مش هنيوصل للزهايمر اخر العمر ولكن طول الوقت ذاكرتك هتبقى ضاعة تركيزك هيبقى صعب مشاكل مخك او تركيز مخك او الفوجي ماين طول الوقت لانك بتاكل سكريات بطل سكر ما عندكش متلازمة ايد خليك في الفاكهة او الفواكه المجففة اخر حاجة ولكن الحلويات سمون قاتل دي القاتل الاول للزاكرة والتركيز النقطة الثانية السمنة وعدم الحركة ايه اللي دخل السمنة وعدم الحركة في وظائف المخ يا دكتور في يعني مواد في الجسم اسمها BDNF دي لما تعمل حركة كتير تخلي المخ اكثر نشاطا يفتح مناطق جديدة للزاكرة يخلي النواقل العصبية اسرع وانشط يخلي الجهاز العصبي في احسن حالاته مع الحركة الكتير السمنة وقلة الحركة بتقلل BDNF بتقلل نشاط مخك بتخليك متنح عارفين الشاب المتنح اللي هو تخرج وقاعد يلعب بلاي ستيشن طول النهار ويأكل بيتزا ده ذاكرته مش تمام تركيزه ضايع مش عارف يركز في كلمتين ثلاثة لان قلة الحركة والسمنة من اكثر الحاجات اللي تدمر الزاكرة والتركيز في الشباب وفي الكبار وحتى في الاطفال النقطة الثالثة التدخين والتنفس مخك زي ما هو عاوز طاقة من الاكل عاوز اكسوجين فلو انت بتدخن الاكسوجين نسبته بتقل والعوادي بنسبتها بتزيد او لو انت ما بتتنفسك صحة بتتنفس بتلت الرئة طول النهار مش هيوصل الاكسوجين للمخ عشان كده التنفس طبعا متارك التدخين على فكرة التدخين غير انه بيقل الاكسوجين بيأعمل تصلب شرايين وبيحرق لك شرايين المخ في جيل الجلطات دي حاجة تانية بس انا بكلم على الاكسوجين دلوقتي الناس اللي بتدخن او الناس اللي ما بتتنفس بكامل الرئة يعمل تمارين التنفس الصبح تمارين التنفس بالليل تمارين التنفس هو عصبي تمارين التنفس في الجيم ويفتح الرئة على الاخر بيفضل مشكلة عنده في الذاكرة مخك زي ما هو عاوز اك عاوز يتنفس زي وزيك فلو سمحت بطل تدخين واخرج في اماكن طبيعية جنب الشجر بعيد عن العوادم اعمل الصبح وبالليل عشر مرات تنفس عميق هتلاقي مخك فتح وزاكرتك افضل وتركيزك افضل وزكائك احسن لانك بتدي المخ الحياة اللي هو الاكسوجين هروح للنقطة الرابعة وهي كسل الدماغ وكسل المخ ده عندنا كلنا بالاستخدام الاجهزة الكهرومغناطيسية الكهربية ده من اكبر الحاجات اللي بتضمر الزاكرة والتركيز لما حد يقول لك نمرة تجري على التليفون تكتبها عنوان تجري على وراء او قلم تكتبها اسمه تكتب مش عارف تكتب اسمه في التليفون عشان بتنسهوش معتمد على الاجهزة الالكترونية في كل حاجة يا حبيبي العضو الذي لا يستخدم يفسد فاحنا عجلنا كسل عقلي لبتحفظ نمر ولا ارقام ولا بتحفظ اسماء بني ادمين ولا بتحفظ قرآن ولا بتعمل اي حاجة مفيش اي حفظ في حياتك وكل حاجة معتمد على الاجهزة طبعا مخك هيصدي لا هيبقى في ذاكرة ولا هيبقى في تركيز ولا هيبقى في رز بلبن فلو سمحت الاعتماد على الاجهزة الكهربائية في الحفظ خلاك مخك كسلان وهتفضل ذاكرتك تضعف يوم ورا يوم يعني ما تصل الى ما لا يحمد عقباه ابعد عن الاجهزة زي ما هقول في الاخر النقطة الخامسة ودي من مدمرات يعني من اكتر حاجة اللي بتدمر الجهاز العصبي والزاكرة والتركيز وهي قلة الدهون المفيدة بالاكل لو لسه في ناس بتخاف من الكوليستيرول مخك كله كوليستيرول لو لسه في ناس بتقولك الزبدة بتصد الشرايين لهم تجيبوا كلام ده منين الدهون هي المخ الدهون المفيدة اللي هي يا دكتور ليه الزبدة السمنة زبدة جوز الهند المكسرات البزور سمك السلمون اللحمة الضاني الافوكادو الحاجات دي كلها دهون الدهون هي روح المخ مخك كله دهون خلاك العصبية دهون النيرونز اللي قلتها في اول كلمة الطرق العصبية دي هي عبارة عن دهون هرموناتك اللي قلت تاني حاجة عشان تعمل زاكرة كويسة اللي هرمونات بتتعامل من الدهون فاوا حد يخوفك من الدهون المفيدة الصحية مش يقولك يعني الناس اللي بيخوفوك من الكوليستيرول عمرهم ما قالوا لك بطل بطاطس محمرة اي واللهي ولا عمرك بطل تاكل فراخ مقلية ويقولك الدهنة بتاعت الخروف انا اعمل تاميرين التنفس كده ربع ساعة وارجع لكم ارجع للموضوع فلو سمحتوا الدهون هي حياة المخ اوعد بطل دهون ولكن خد دهون من مصادر صحية عشان صحة مخك وهرموناتك ويه نواقلك العصبية النقطة السادة ودي مصيبة ناس كتير والناس بيفتكروها سياعة أنا بني ليل تحس ان اخدت سعيد انني بني ليل انا ما بفوقش الّا بالليل من بتحللش السهر الا بالليل ميحللش المذاكرة الا بالليل bay Beek انتها انت وقت نومك هو وقت تنظيف مخك من الفضلات وقت نومك هو بناء خلايا عصبية الجديدة وقت نومك هو عمل دي توكسل مخك وكبدك وكليتك وقت نومك هو حرق دهونك وقت نومك هو اللي بيعمل سابورت أو بيعمل تنظيم لجهزك المناعي تعافين الناس اللي بتصهر الزاكرة بتقلي تاني يوم تقريبا من 15-20% ليلة واحدة ما بتنامش ولا ليلة يعني بتنامش طول الليل تروح تاني يوم زاكرتك وتركيزك 15% رايحين تخيلوا فالناس اللي متعودين عن النوم تلاقي زاكرته افضل وتركيزه احسن وموده افضل وجعلنا الليلة لباسة مفيش بديل عن نوم بالليل هادئ عميق الماغنيسيوم جربوه ماغنيسيوم باي جليسينيت يعني من اكثر الحاجات اللي تساعد على نوم هادئ وانك تطفي النور وتضلم القوضة وتبقى القوضة باردة شوية عشان تدخل في نوم سريع وتكون متوضي وتقول عدعية النوم وان شاء الله هتنام نوم كالاطفال بدون كده زاكرتك في السلامة يا حبيبي النقطة السبعة والاخيرة وهي توقف العلم زي ما قلت لكم احنا بنعتمد على الاجهزة العربية فا دماغك بتروح فانك لما تتوقف عن تشغيل مخك في التعلم في قرية الكتب في حفظ قرآن في حفظ عنوين في حفظ كتب في ملاحظة الوان في حفظ الواحي العربيات اللي بتمشي قدامك طول ما انت مش بتعلم مخك او حتى حاجات جديدة يعني مخك مش لازم زاكرة تستخدم الزاكرة عشان الزاكرة تنشط اتعلم الكروشي كروشي يا حضرتك احنا نفضلين لكامل في طب اتعلم الشطرنج طب اتعلم المكانو اتعلم بيانو اي حاجة بتتعلمها جديد مخك بيعمل خلايا عصبية جديدة فتزيد قدراته حتى سبعين سنة احنا عجزنا عشان بطلنا نعلم المخ مش بطلنا نعلم المخ عشان عجزنا وصلت فطول ما انت في التعليم طول ما انت بتحفظ قرآن طول ما انت بتقرأ كتب طول ما انت بتحفظ شعر طول ما انت بتشغل مخك في حاجات جديدة هيفضل مخك وزاكرتك وتركيزك وزكائك اعلى ما يمكن اديكم بقى في الاخر نصائح سريعة ازاي زاكرتك وتركيزك يبقوا برفيكس عالمفتاح مهم اول نقطة دي للطلاب اللي عندهم ماجستير اللي عندهم دكتوراه اللي عاوز يبقى ذاكي وعنده زاكرة اول حاجة استخدم كل حواسك اقعد استخدم حاسة واحدة بس عشان تشغل زاكرتك كويس وزكائك استخدم انك تقول الكلام وتسمع الكلام وتكتب الكلام وتقرأ الكلام فانك تشغل كل حواسك ووقت واحد يحسن الزاكرة وقدرتك على الحفظ ويحسن التركيز ويحسن الزكاة دي النقطة الاولى النقطة التانية زي ما قلنا تعلم شيء جديد تعلم لغة جديدة اتعلم ايات جديدة اتعلم مهارات جديدة اتعلم مجالات جديدة طول ما انت بتتعلم وبتشوف معلومات جديدة حتى لو راجل يتعلم طبخ اقرب كتب الطبخ ست اقرب الاقتصاد في المانجمنت اي فلد بتفتعه حتى لو ما استفدتش منه اديك خليت مخك يعمل التعليم طول ما انت مخك بيدخل له معلومات جديدة وبتتعلم حاجات جديدة هتبقى اكثر ذكاء هتبقى اكثر ثقافة وهتبقى اكثر تركيز وذاكرة احسن من الناس كتير الحاجة التالتة التكرار سر الزاكرة والتركيز الكويس انك تكرر كرر الحاجة كتير كرر الاسم كرر النمرة كرر اي حاجة عايز تحفظها التكرار يخلي مخك يعمل وصلات زي بالضبط الجيم روح جيم وشيل الحديد اللي في الجيم كل يوم واحد تلعلك عضلات لا لازم تروح ثلاث مرات في الاسبوع لمدة ثلاث شهور ستة شهور سنة عشان تكرار الحملة على العضلة يطلع العضل كذلك تكرار المعلومات على المخ يطلع الزاكرة او احنا بنسميها عضلات الزاكرة هتمرن ذاكرتك عضلات بالضبط زي العضلات في الجيم التكرار يعلم الشطار عليك سمعتك حاجة اللي بعد كده حاجتين الصراحة اترك الاجهزة قليلا لو سمحت اترك النوتس واترك الفويس نوتس اترك الكتابة العنوين والنمر حاول واحدة طبعا هتنسى نمرت مديرك وتنسى اسم امراتك وهتبقى حالتك حالة على قد ما تقدر استبدل مخك وملكة الحفظ عن الاجهزة الكهربائية مش كل حاجة التليفون مش كل حاجة وراء وقلم خلي حاجة كده وحاجة كده رجع الزاكرة شغالة لان هي نامت في البطيخ الصراحة نقطة الاخيرة اترك الجي بي اس قليلا ينهارس وح محدش هيروح حاول تروح المشوار بدون جي بي اس حاول تشغل زاكرة العين حاولت احنا خلاص ما بنبصش برا العربية لفاك طريق كل يوم بتروح المدة سنة لو الجي بي اس ماز ما تعافش تروح وبعدين تقول الزاكرة راحب ده يا ليه ما انت من ايامها في البطيخ وصلت حاول مشوار تركز فيه تاني يومشي للجي بي اس تلت يومشي للجي بي اس فما تمشيش على الخرايط وشغل مخك بتشغل حواس العين بتشغل الودان بتشغل التفكير الزاكرة التحليل المنطقي ده ولا ده فلو سمعت اعمل الحاجات اللي قلتها ونام طبعا غير الحاجات اللي قلتها بطلت سكر وزود الدهون المفيدة ونام بدري الحاجات اللي قلتها في الاول الحاجات دي كلها تخلي عندك زاكرة لسن الستين او السبعين دكائك يفضل زي ما هو وتركيزك يبقى فوكس ليزر فوكس بيرسون مش واحد مش عارف يركز في لمدة دقتين تلاتة ومش مستحمل يسمع او يقرى كلمتين ويقلب على طول لانه ما عندوش القدرة على التركيز او الثبات وزاكرته ومش شغالة مهم او الحلقة دي للطلاب او الناس اللي في الدراسة او حتى اللي عندهم مشاريع او الناس اللي تخيلوا ان دي لازم الزاكرة تضعف لانه بقى كبير عيبك انت مش عيب الزاكرة في الاخر شاهروا هذه الحلقة وفي الاخر وما توفيقي الا بالله عليك اوكلتي ولا يونيب سلام عليكم باي اشتركوا في القناة